خلطة خبز العروق ولا أطيب من هيك معروف كتير عند أهل بلاد الخليج وبيحضروها دايما على سفرتهم من أنواع المقبلات وفي منهم بحطوها لحم وفي منهم بيعملوها بس بالخضرة هاي دي المرة حضرناها بخلطة خبز العروق الجاهزة من مجموعة منتجات The Kitchen أمطلان من منتجات كتير طيبة وما رح تاخد منك لا مجهود ولا وقت ولا فرم ولا التعب حالك ولا تجهز كتير مكونات طريقة تحضيرها جدا بسيطة رح تشوفوها بالفيديو كيف وأنا عملت نوعين نوع ما ضفت له بيض ونوع حبيت أعمله لأنه خلطة خبز العروق بيستفيدوا منه أهل الخليج وأهل بلاد الشام يلي بتحب تعملها مثل أراس العجة بتضف لها بيض مع شوية زهرة مسلوقة مفرومة بتصير عنا أراس العجة ويلي بدأت أعملها خبز عروق على الطريقة الخليجية ما بتضف لها بيض مع أنه في ناس بدفولها كمان بيض بس بتصير عنا خبز عروق هذه الخلطة جاهزة رح توفر عليك فرم الكزبرة والبقدونس والبصل والابهارات والطحين والنشا والبيكينج بودر أنا حضرتها من الطحين أبيض في معها النشا ومعها بيكينج بودر ومعها الخضرة المجففة وأهم الشي البصل علشان ما نفرم بصل طبعا رح نضيف عليهم بطاطا مبروشية شوية بصل أخضر وشوية جزر مبروش لتحضير خبز العروق طبعا كوب من الماء وملح حطينا البطاطا المبروشي حبة كبيرة قد حجم الإيد شي كوب من البطاطا جزر حبة شوية بصل أخضر وملح خلطتهم كلهم سوا وهلأ ضفت عليهم كوب من خلطة خبز العروق الجاهزة شايفين كيف ومنخلطهم كلهم سوا أول شي بهذه الطريقة لكل كوب من خلطة خبز العروق رح نحتاج 3-4 كوب من الماء الفاترة مننزلهم بالتدريج ومنخلطهم كلهم سوا بدأت تكون قوامة لين لأنه رح نتركها شي ساعتين على جنب كان الخضرة المجففة تتشرب السوائل كتير كويس وتكون كتير طريمة أنا سخنت زيت على الحرارة هادي ما رفعت تحت الزيت أبدا النار ومنبل إيدنا بشوية ماء فاتر ومنعملون قراس بأيدينا بهذه الطريقة منبلش نقليهم شايفين كيف منزلهم بالزيت ما تخلوها تقلوها على درجة حرارة عالية عشان تستوي من جوة كتير كويس بلو قديكم بالماء وهي دايما بتنعمل قراس دائرية حتى في ناس يعني بتعملهم هيك كور ما بأسر متل ما أنتوا بتكون هيدا الشكل المتعارف عليها بس تشقر رح تطوف على وش الزيت ومنقلبها على الماء الثاني بهذه الطريقة شايفين كيف لكم أحلى لونة تبارك الرحمن وأحليها ما شو الله هيدا طريقة خفز العروب هلأ أهل بلاد الشام تقدروا تستفيدوا من هيدا الخلطة وتعملوها عجة مقلية إنه نحنا رح نضف لها بيض وبطاطا مبروشية وشوية زهرة مسلوقة ومنفرمة بتصير عنكن قراس العجة اللي هي بسموها أهل فلسطين لمشاط يعني حتى لو تكن تعملوها عجة مقلية بتضيفوها لها بيض وزهرة مسلوقة مع البطاطا المبروشية هون أنا هيدا القراس حطيتلهم بيض علشان نعملهم مثل العجة شوفوا كمان كيف بيكون شكلهم فهيك انتو بتوفروا عليكم مجهود ووقت مكونات حضرتوها خبز عروق بتصبط حطيتولها بيض كمان تقدر تعملوها بالبيض وتصير عنكن عجة هلا في ناس بحطول لحم في ناس بحطول لطحين أصمر هيدا الإضافات على زاوكن جربوا الخلطة سريعة التحضير وطعم ونكهو أرشي والأطيام